وعافية في اخر ايامات رمضان مرحبا بكم على يافام في حلقة خاصة تسمعوها من تاوة حتى للعشرة متاع صباح خاصة بمشروع اكاديمية المواطنة مع فونتاسيون يافام اللي يشمل ولاية بيجا جندو بالقروين وفي القريب ان شاء الله سفيقس ومدنين في المشروع هذا نمشيوا للجهات نقربوا من العباد نمشيوا للمجتمع المدني وصنع القرار المحليين رؤساء بلديات نحكيوا في كل جهة على اشكالية الترمية الحلول لها في بيجا وجندو بعملنا منتداء في دار الشباب في تبارقة في اكتوبر 2022 وحسن بلويع كان في ادارة الحوار وقتها في القروين زادة منتداء في نوفمبر 2022 خلود المبروك كانت في ادارة الحوار الحذور وقتها فيق مية نظيف من نشطاء ولاية القروين ورؤساء البلديات بعد المنتديات هذه فريقنا اختار شباب شباب اللي يحملوا الشعلة انساء من بين المشاركين حسب معايير علمية الشباب هما اللي ادرب مشاكل الجهة هما ينجموا يترجمونا بالكلمات ينجموا يقولونا شنو الجهة هذه كتحس شنو النقائس الموجودة شنو المشاكل اللي اتهدت جهتهم وهما يحبوا يصالحوها يحبوا يبنيوا للجيل الجديد وجيلهم جيوا الفوندسيون في تونس عملنا تكوين على المناصرة والاتصال وكل مشارك ومشاركة اختاروا اشكاليات تنموية قضية بش يحملوها قضية بش يعبروا عليها ومشاكل بش يدفعوا على حلينها واجد الحلول لها بعد تابعنا معهم الخدمة وعملنا فيديوهات وحوار حول الاشكاليات هذي وفوندسيون يفهم حلت مسابقة مش نحكيوا شوي على المسابقة مش نعرفوا التفاصيل المسابقة هذي كيفش صارت كيفش تم الاختيار وكيفش تعاملت وعلى أنا مقاييس تعاملت معانا نحب الرحب بها برشا هي المديرة التنفيذية سابرين للفوندسيون يفهم سابرين جوبانتيني سبح النور عايشك صباح النور فيزة صباح النور اللي يسمع فينا الكل على موجة إذاعة يفهم اي احكينا اليوم شوي على المسابقة شنوه لكريتاغ اللي عملتوهم اللي استعملتوهم بش خذيتو أشابب هذوما كيفش تدابع جيتكم الفكرة وشنوه المقاييس اللي اخترتو على أساسهم أشابب هذوما وحكيلي على المسابقة هو قبل كل شيء مشروع أكاديمية المواطنة هو المشروع الثاني اللي تخدموا فوندسيون اي افهم في محور المواطنة والمسائلة المشروع اللي كانت تذكرش على حوار حول السلحات الاقتصادية وقتها خدمناه برشا مع خلود اللي نحييوها برشا بالمناسبة تحية لها وقت اللي خدمناها الحوار عن السلحات الاقتصادية خدمناه على القروين وصفيقس ومشينا عملنا ببرمجات خاصة حول التنمية في الجهات لاحظنا اللي الناس وتوينسة بصيفة عامة متعتشين برشا في المناطق متحهم للحوار ويحبوا يوصلوا صوتهم والحق الوقت اللي كان عنا مخصص للبرمج ما كانش كافي بش نحكيه معاهم في المسائل اللي تهمهم ولاحظنا زيدة اللي فام برشا شباب مهتم بشأن العام وعندوا القدرة بش يعبر على الأفكار هذية ويحملها لصناع القرار القدرة معنتها الفكرية وزيدة كذلك مش كان المعارف والأرقام وحتى زيدة القدرة التواصلية والاتصالية دونك قلنا للشباب هذو ما لابد أننا نحيطوا بيهم لابد أننا نكونوهم لابد أننا نواجهوهم ونحاولوا نعطيوهم فرصة بشيواصلوا صوتهم وذلك من غادي من غادي جد فكرة أكاديمية المواطنة قلنا مش نزيدوا نتعمقوا اللي خدمناه في سفيق سوف القروة ونزيدوا جهات أخرين مناطق أخرى نحبوا نخدموا عليها دونك خدمنا على شمال الغربي بيجا وجندوبة بطبيعة الحال الحوارات غاديكة كانت لتفوق الساعتين تلتسوية على خطر ماناش مربوتين بالإذاعة وبالبث دونك نعملوا بث مباشر على الفيسبوك والحوارات كانت بالحق معتها ثريه وثريه جدا وشوفنا ناس مسؤولين في الجهات وفي المحليات وفي البلديات اللي تفاجئنا معناها بمفاج أثار بالقدرة متاح ومتمكن من الملفات والفولانتي اللي عندهم بشي بدلوا الوضع كيف كيف الشباب اللي رينيه نسي اللي جايونا وفي زوز منتديات كانت نسبة نسي تفوق برشا نسبة رجي نحيوها هذه أنا ألا غالب ما نجمش نكون محايدة نحب نحيي كل حركة نسوية ونحب نحب الروح متاع أكل مرأة من أي موقع كانت حتى كان في دارها تكون كاتحة تكون بالحق قوة تغيير قوة إرادة وقوة تفرض أراءها وتفرض حلول في جهتها وفي البلاسة اللي هي تخدم فيها مش نحكيه أكثر على الشباب مش نحكيه مشكين عن سي نسي ورجال نمشيه فاصل ورجعين نحن ندقيق على يافام أحلى غاديو تحية وإنما كنتوا تسمعوا فينا مشروع أكاديمية المواطنة مع فوندسيون يافام هذه حلقة خاصة كنا نحكيه قبل الفاصل مع السابرين لكن قبل ما نمشي لك سابرين ونكمل ونحكيه على دور سيليوم في جهتهم لتغيير القرار وإلا نقوله لتغيير الواقع اللي عيشوا فيه وفرض حلول وقلت أنت لقيت برشة حلول نحب نعمل تحية كبيرة برشة للمخرج خالي لوس مرسي بوكو خالي لوس في الإخراج وإيمان أكيد في الديجيتال نرجع لسابرين سابرين حكينا شوية على شو نلقيته اليوم في الجهت بي أول حاجة في شمال الغرب دي أحنا بالحق معتها ديما كي نخدمه وفيز أنت تعرفوا شيه ذي ونسي اللي تبع فينا تعرفوا نحبوا ركزوا برشة عن سي وديما نحبوا نحطوا بغيتي معتنا نحبوا التناصف في كل المشاريع متاعنا والأنشتام متاعنا دونك يمشينا للشمال الغربي حاولنا هكيا قلنا إن شاء الله نخلطوا نجيبوا 30% نسي 40% فالقينة المفاجأة يعني تقريب فوق 70% من الحضور في القاعة نحكيوه على 50 شخص كانوا حاضرين كانوا من النساء ونشتين في كل المجالات جاءت الجماعيات النسوية جاءت الجماعيات التنموية اللي هي بالنساء الحرافيات اللي هي بعث المشاريع اللي هي بالتنمية اللي هيختموا مع البلديات بالحق معتها كان تواجد ممتاز برشة كيف كيف بالنسبة للشباب وأحنا نخدم برشة نركز برشة على الشباب كان تواجد كبير برشة في تبرقة وفي القروين معتها نفس الشي بطبيعة الحال كان تواجد نسائي وتواجد شبابي كبير تبقى في القروين خطر سبق وخدمنا غاديكا دونك الحضور كان مبهر جدا بالنسبة لنا احنا فيق يعني الميت شخص في القاعة نحكيه على نشطة في المجتمع المدني ومسؤولين بلديين في الوقت هذيك قبل ما يتحلوا البلديات حضروا معنا رؤساء بلديات حضروا معنا كتاب عامين بلديات في الجهات هذي مع أصحاب مشاريع ناس اللي بالحق عندها القرار في الجهة متاحة والكل كانوا متفقين على كلمة واحدة اللي اليوم الفضاءات متع الحوار هذي ومتع التعبير على الاشكاليات الجهوية راه ناقص برش والصوت متاحهم هوش قاعد يوصر ففي وسط المنتدية هذي عملنا احنا يعني جزيزة متع متع اختيارات كل شخص يتكلم المجتمع المدني وعملنا لجنة معناها فيها ثلاثة من ناس فيها انا والمسؤولي معي على المشروع اي من حمدي اللي نحييه بمناسبة وكان الشخص اللي يدير الجلسة زيدي كيف كيف موجود في الجغي هذا ما بين زفرين دونك عنا تقريبا حوالي ثلاثين معيار المعايير هذي تمشي من المحتوي حتى للشكل وقت اللي نحكيه شكل معت المهارات الاتصالية هل انه شخص هذي اللي حاضر معنا عرف كيفش يعبر على فكرته كيفش يتكلم هل انه معتها يتكلم بطريقة نجمه نفهمه وليه هل انه يعبر على افكار وهل انه متمكن من الموضوع هل انه قاعد يحكي في موضوع صحيح ولا فقط جي خاطر ساعات بما انه الحضور مفتوح يجيوا ناس ما عندهمش دي راية بالملفات وبالقضايا يعني يفهم ناس اخرين اللي تكون حذرة مواضيعه وكل هي تسحق اكثر بش تكون موجودة معنا في التكوين بعد هذيك دونك في كل جهة اخترنا اربعة مشاركين ومشاركات ومذكروا بالجهة سابرين اللي اخترتوا منها دونك اخترنا من بيجاوجان دوبة اربعة مشاركين ومشاركات كان بيناتهم ثلاثة نسي وشيب وبالنسبة للقروين اخترنا زيدا كيف كيف اربعة مشاركين ومشاركات بيناتهم زوز نسي وزوز رجال دونك بعد الشباب هذي والنسي هذوما قعدنا باتصال معاهم وجبناهم بحذينا لتونس جيوا حتى الاذاعة يفهم عملوا تكوين على الاتصال عملوا تكوين على المناصرة عملوا تكوين على الحاكمة المحلية دستور جديد بيشي فهم وهم دورهم كيفاش يكون مسؤول على خاطر ساعات نمشي ونشوفوا ناس في الجهات يضيفوا على اشكالية اللي هي تتحل عند الوزارة مثلا يضيفوا عليها يمشيوا للولي ولا المعتمد اللي هو لحول لهو ولا قوة ولا بالعكس يمشيوا للوزارة بشي طالبوا بحل مشكلة وهي تلقاها تتحل عند المعتمد ولا عند البلدية ولا عند الولاية فهذي فصرناه معهم حكيناه اختاروا كل واحد فيهم قضية وبعد طلبنا منهم بشي عملوا فيديو وطلبنا منهم بشي شركوا في حوار وصار هذي في الشهر اللي فات وحالينا التسويت على الموقع عمتاعنا الرسمي دونك حالينا وكيف كيف معتا نسبة المشاركين كانت عالية بالقدي يعني فقط 700 شخص دخله على البلاتفورم بتاعنا وصوته والناس اللي فازت كانت اللي بش تكون معنا في ساعة الأولى موني المسناني من ولاية القيروين اللي بش دفع على النفاذ للماء الصالح للشراب في أريف القيروين واللي هي في نهاية الأمر إشكالية وطنية خاصة اللي ساير توا معنا في الكنتكس بتاعنا بتاع الجفاف والإشكاليات اللي نلاقيوا فيها مع الاحباس الحراري ومن شيرة أخرى في ولايات بيجا وجاندوبة اخترنا بش نحلو كيف كيف تسويت كيما البلايس الأخرين واللي رباح كان وسامة زواوي اللي هو يدفع على حذف الرخص من أجل تسهيل بعض المشاريع عند الشباب واللي هو بش يكون موجود معنا في ساعة ثانية دونك اليوم الحسام تاعنا بش تكون مع صنع القرار من جيها ومع الشباب والتتويج للحق هما الكل هم فائزين تنجموا تدخلوا على يفهم فاندسيون تشوفوا الكل هم الحقيقة مهمين على الأخر وكل هم يتثمنوا وينجموا نترجموهم لقرارات تنجم تفيد المناطق متاحهم لكن اليوم اخترنا حسب الفوت زوز فائزين هذو هما أسامة زواوي من جاندوبة اللي دفع على حذف الرخص لتحرير المبادرة الخاصة عند الشباب وهي ديجا قضية خذيت يظهولي أوج كبير سابرين تحكي عليها برشة وكنت من مقترحات بعض السياسيين يظهولي السياسيين والمجتمع المدني حتى جامعية تخدم معتها الاختصاص المطيح على المسألة هذه على حذف الرخص هي مسألة جزء ما وعندنا ليش شفنا اللي هي مهمة برشة وقت اللي خدمنا مبعضنا في التدريب خطر أحنا عطيناهم الخيار معناها وتناقشنا برشة في الاختيارات تناقشت معهم والفريق اللي معانا في فوندسون يفهم شفنا شنية المواضيع اللي تنجم تلقى أول حاجة الاهتمام متع الرأي العام والمسؤولين زيدة على خطر اليوم لازم الرأي العام يكون مهتم بالقضية نجم إنا تكون مثلا قضية عندنا مهمة وهي مهيش ذات أولوية عند الرأي العام وعند المواطنين نتعى المنطقة متاعية فأول حاجة لوجناها هي المسألة هذيك ثاني حاجة كنت اهتمام المسؤولين وإنها حاجة تكون موجودة على الأجندة متع القرار السياسي وهذي اللي ساير دي ما نسموه على حظ فرخص حتى مع الحكومة الحالية مع تسمعنا برشة مرات إعلانات وصالة حظ فرخص هكي كمان على الرفوف مركونا لازمنا أحنا نحييوها لازمنا أحنا مش ركزوا على الإشكاليات هذي ولكن كما قلت انتي فيزة زيدة حتى جميع الأخرين مثلا في القروان عنا ناس دافعت على توفير النقل المدرسي في بيجة عنا ناس دافعت على تحسين ظروف النساء العاملات في القطاع الفلاحي واللي هو موضوع مهم برشة برشة زيدة لانتي صعب الفوز وإلى آخره دونك بش نعود ونرجعوا للجهات اللي لما بشكونوا موجودين في القروان دونك بش نحكيوا على الماء أساسا ولكن زيدة بش نعاونوا وبش نشاركوا الناس اللي شاركت معنا في الدفاع القضايا متاحهم بالنسبة لقضايا الماء وحط فرخص بش نكونوا نقوموا بإنتاج ورقتين مناصرة اللي هو ماهوش يسر معنا ماش حاجة نشوفوها كل يوم بالإضافة للفيديوهات واللاخرين اللي هابتوا بش يكون فيها مقترحات عملية للمسؤولين ومتابعة للمقترحات هذية دونك هذي بش يكون ان شاء الله بعد العيد بش نبدأوا فيه بش نتلقوا فيه بش نتابعوا مع الناس اللي بش ترك معنا اليوم من مسؤولين وصنع قرار وين وصلت لطلبات هذية وين بش توصل المشاريع هذية التأثير مهم والمواصلة مهمة وان شاء الله نطلقى وعود بتنفيذ القرارات هذية ما تقعدش كي ما قلنا حبر على ورقة جي بحذين امير العجيلي بش تقدمنا اهم عنوين الاخبار مرحبه النور صباح النور مرحبه بكم برمجة خاصة بفوندسيون يفهم مشروع اكاديمية المواطنة تسمعونا من تاوة حتى للعشر متاع الصباح مرحبه بالنسل كل كنت انا وصابرين المديرات تنفيذية لفوندسيون يفهم نحكي اليوم على ضرورة انو نوصلوا الشباب ونوصلوا باب لصناع القرار لتنفيذها وترجمتها على ارض الواقع بش تكون عندها يعني قيمة وبش تصلح المشاكل شوية من المشاكل خلينا نقوله خطر اكيد في كل جهة ثم العديد من المشاكل لكن ثم مشاكل ذات اولوية كما الماء هو مشكلة وطنية احكينا عليها مع انتها ديجا حتى رئيس الجمهورية البارح كان عنده لقاء مع وزير الفلاحة وتحدث عليها وقعد يحاول بش يلقى حلول عملية هذية كما قلت لك احنا بش نقوم بإعداد ورقات مناصرة بش تكون ورقة المناصرة هذية بش تكون فيها الدراسة على الاشكالية اللي احنا اخذيناها وحلول عملية يعني مثلا تحديد نوع الرقم متاع القانون اللي لازمه يتعدل وشنوه لازم يتعدل فيه اذا فاما اوامر لازمها تهبط اذا فاما قرارات لازمها تمضى اذا فاما مشاريع لازمها معاتها يتم المشاريع بعينها يتم حطف التعطيلات اللي فيها اذا فاما امويل لازمها ترصد وخاصة احنا تاوى فاما الميزانية متاع الفين واربعة وعشرين قاعدت يتم اعدادها معتها على مستوى الوزارات دونك تاوى فرصتنا معانتها وفرصة الشباب اللي موجود بش اذا فاما مشاريع تنجم تتعمل تنموية في الجهات نكونوا احنا على الاقل ساهمنا في فض وحل حلت بعض المشاكل اللي تعرضوا لها المواطنين التوينسا خاصة في الجهات الداخلية ونوقفوا المعاناة متاحهم في الاتار هذية بالنسبة بعد ما تصير الورقة المناصرة هذي كما قلت لك بش نقعدوا نتابعوا مع المسؤولين بش نقعدوا نشوفوا الى نهاية المشروع اللي هي بش تكون حوالي في اخر جمع الفين وعشرين وين وصلت معتها تنفيذ القرارات هذية اللي احنا طلبنا منهم وكاني معطلة عليش معطلة خلينا نفهمه زي دا كيفه النور ورأي العام إذا فهمت تعطيلات إذا فهمت مقترحات مهيش عملية ولا مهيش وقعية هذي الكل لازمو مش تأطير وتكوينك هاولة فوندسيون يفهم تأثر وتكون وتعمل السويفي وتشوف إس ك تم تطبيق القرارات هذية وعليش تعطلت وتحاول تحل هذي اللي تحاولت الدخل بالذبط نحاولو أحنا على الأقل عنا السببط ميدياتي كما عنا عنا المنصة الإعلامية اللي هي إذاعة إيفام وعنا تحيالي يعني المواقع التواصل الاجتماع اللي احنا حاضرين فيهم بالقد هذي كنحاولو تعود ذكرنا بيهم سابرين عنا الموقع على الويب امتعنا www.fondationifm.n على الفيسبوك وعلى انستغرام فوندسيون ايفام على تيكتوك زيدا هما البلايس اللي نجم ويلقونا فيهم الناس اللي تحب تتبعنا وإن شاء الله ملتقانا ليلة في القروين بعد العيد في تبارقة وقريبا جدا في سفيقص وفي مدني مرسي بوكو سابرين جوبانتين المديرة التنفيذية لفوندسيون يا فهم نمشي مباشرة لأولى الفئيزين في المسابقة هي مناء المثنين من القروين اللي الطالب كما قلنا بتوفير المال الصالح للشراب في أرياف في القروين كما نعرف أرياف القروين يعاني ومش من توا مش من الأزمة هذه مقبل من المشاكل متاع الماء مرحبا بيك موني عايشك مرسي فايزة عايشك سبح الخير لك ولنس الكل سبح النور موني حكينا اليوم على المشروع كيف جتك الفكرة أكيد نس كل تعرف اللي برشاب لايس في القروين معضهم شماء وتتقص عليهم الماء من الساعات تطويلة معناه باي احنا في قروين جامعية شباب يغير مهتمين بشأن المحلي وشأن الجهوي وشأن العام سيفا عام دوك المواضيع اللي اللي تهم الناس وتهم المواطنين باش نكونوا مهتمين بها بالضرورة و باش نكونوا ندفعوا عليها ونحاولوا نشوفوا وين الأخطاء وين التقسير وين موجود خلال نجمه نضيفه فيه احنا كمجتمع مدني ونحاولوا ندزوا فيه ندزوا معاه للحل حالة الأمور هذي الكل دوك احنا في قروين نحب أقول لك فايزة اللي تعرفش اللي في قروين فما التوى رهم بلايسك تحل سبالة ما يهبطش ماء حتى كان يهبط ماء ره يهبط ماء عدم تعرفش ماء عدم ماء غير صالح للاستهلاك لون ومبدل عنده لون مش لون الماء الطبيعي عنده ريحة مش ريحة الماء الطبيعي فيه مطعم ما هوش مطعم الماء الطبيعي دونك ماء غير صالح للاستهلاك نجم دونك بش نزيدك معلومات أخرين تنجم تكون معتها نحب نوصل التصوير اللي موجودة في قروين وفي أريه في القروين في قروين تعرفش اللي ما زالوا حتى التوى بلايس يخرجوا منها صغار في القراية من القراية على خاطر المدرسة ما فيهش ماء ما عندهمش صغار في المدرسة في المدرسة بالحقة واللي يسمع فينا موني يقول لك مدرسة ما فيهش ماء لا لا ثم في القروين ومش كان القروين مدرسة كهو بلايس برشة بلايس فما أعباد ما فيه معناها مديرس يمشي ولا زغار زغار يذول يمش يصبروا على العطاش أحنا كبار منه خناتيك أرقام فيزة في تونس 1415 مدرسة غير مرتبطة بشبكة المياه صلحة لشرب 1415 معناتها 1415 معناتها نحكيه هنا يرهو على ثلث المدارس في البلاد التونسية نصيب ولاية القيروين خنقول ولاية القيروين لكل 57% من المدارس الموجودة في ولاية القيروين غير مرتبطة بشبكة المياه صلحة لشرب معناتها نحكيه على 313 مدرسة يعني بشبكة المياه ومن با عندهم سبيلة بش نرجم تحل نحكيه على ويقارنا 2023 منعرش أنا زاروكم لما صنيع القرار مشي ويعرفوا شي هذا تواصلتوا معهم حكيتوا معهم قدمتوا لهم معناها المعطيات هذي يعطيتهم الأرقام هذي أرقام مفزعة بالنسبة لي بالنسبة لي أكثر كيرثة كيرثة إنه اليوم تلقى كيما قالت موني سبعة وخمسين بالمئة من المكاتب من المدارس اللي يمشيوا لها صغار ما فيهش ما هو بطبيعة هذي إحصائيات رسمية وإحصائيات موجودة من المفروض ونعرفوا إنه كل من الوزارة حتى لسولات الجهوية كلهم يعرفوا الوضعية دوك أحنا قاعدين ديما نشيروا بالمكان الدي وقاعدين نسعاو باش نحلحلوا معاهم الأمور باش توصل فما تواصل قاعدين يتواصلوا معاكم دوما كمجتمع مدني فما تواصل خلنا نكون معانتها ميقعية باشا وين المشكل المشكل المشكلة رهي متعددة الأوجه المشكلة مربوطة برشا عوام المحلية وجهوية وخليني نقول حتى توا في الوضع الحالي عوام المناخية عالمية معانتها التغيرات المناخية اللي مربوطين بها بضرورة معانتها رهي عندها تأثير كبير برشا في ولاية القيروية على الماء الصالح للشرب شرتو في الارويف خليني نقول اي اما زيدا حق من حقوق اليوم المواطن عالاقل انه يشرب ماء من حق صغيرات يمشيوا المدارس انتاحهم يلقاوا سبيلة ويقع اخر اي في قروين زيدا لحطوة فمنسيت توصل تمشي بعشرة وخمساشن كيلومتر على ساقها بشي جيب بدون ماء بدون ماء بلي عودنا المعلومة هذية ديجا معانا عبر الهاتف السيد النائب عن ولاية القروين سينابيل الحمدي واكيد يعرف المعطاية هذية مدامو مترشح على جيتو عودنا عودنا المعطا هذية الاخريني موني المعطا الاخريني بالكل انه في قروين وفي قريف القروين حتى يلتوا فمنسي تقع تتنقل على ساقها ما بين عشرة وخمساشن كيلومتر وفما ما نهتق ممكن أكثر في ظروف طبيعية سعيبة يسر تتنقل عشرات الكيلومترات بشي تجيب بدون ماء على ظهرها بشي يستعملوها للشراب للإستعمال اليومي للشرب المعطا للشراب استعمال الصغر معانتها معانتها استعمال اليومي نعرفه الماء هو حيات هو حيات الناس الماء هو حيات الناس معانتها معانتها كل كل الديتاي في حياتنا رأنا مستحقين فيها الماء برشا احنا بطيتر في اينا وانتي في مناطق محظوظة شوية خالي نقول خاطر بالظرف الاخريني متسمايوش محظوظين مدام وصلنا نقصوا الماء وصلنا زيدا انبذروا في الماء وصلنا اليوم في تونس راهوا قاعدين الدولة الوحيدة اللي قاعدة تسقي في اللي تيغاند غولف متاحا بالماء الصالح للشرب معانتها اغذر مناطق مفيهش ماء مدارس في اريف وفي جهات مفيهش ماء وهنا نلقا لتغاند غولف تسقي بالماء اذا بالحق حاجة توجع القلب الحقيقة معانا تفاعلا معاك اي تفضل تفضل المعضلة فايزة انه لو كانوا قولوا بلاد ما فيهش ماء نجم تكونوا في كادر لوجيك شوية كي نقولوا اريف وولايا ما فيهش ماء ما نزيد تتعمق الازمة والمشكلة كيف نعرفه ونعرفه معلومة معروفة عند الناس كل اللي قروين راهي بلاد الماء اي قروين بلاد العيون قروين بلاد البحيرات الجبلية وزدود قروين فيها معامل ماء غير ما نذكره معانتها فما ستة معامل ماء حسب ما نتفكر في المعلومة معانتها موضلة كبيرة انو الخدام والوفيي اللي يبدأ يخدم في معامل الماء فيزا راهو كي راهوح لدارو ما عندوش ماء في دارو ما عندوش سبيلة وهو يخدم في معامل الماء راهو معانتها نشوف في مفارقات كبيرة برشا في في قروين اللي بالحق لزمنا معانتها إذا بالحق نخمو في حقوق الأجير القادمة راهو من توا معانتها بش نخمو احنا في 2030 و35 ونخمو هكيكا والأزمة ما شاء تستفحل دانك لزمنا من توا لازاليغت كلهم قاعدين يشعلوا قاعدين يكليون توا دانك لزمنا توا نتحرك تحرك جدي وحقيقي بش نكملوا ما نوصلوش معانتها الوضعية أسوأ من هك واضح اليوم شنو معانتها مشروعك انتي اللي تقترح وشنية الحاجات اللي تمشي الدقل ببين تحب الدقل ببين ومعاك بانسوغ في يعني في الإتار وفي التأثير وفي الموسين دا فاندسيان إيافهم شنو الحاجات اللي تطالب بها اليوم انتي المسؤولين هو مانيش نطالب بحاجات بزاح برشا مش مطالبة انه بحاجات مهيش واقعية ومهيش قابلة للتحقيق خالي نقول راو كنجيو نشوفوا وين الخلل وين فما نجم معتا وين فما ما جاي لنجم ونتحركوا فيه نلقاو انه فما بويدر مطاع حلول تنجم تكون واقعية وعملية أي مونين نسمع فيك حكيتنا على حق المواطن في المية اكيد هذا يا حق خاطر كنشوفوا اريف كما قلت وما ديرس ما فيهش مية لازمنا نسعى باش نخلق حل لازمنا حل جذري لتحدي المشاكل هذية خاطرها مشاكل يظهر لازمها حلول عاجلة بيانسع فما الحلول العاجلة اللي لازمها توا تصير خاطر نتوا احنا مزيل معنتها كما قلت نحكيت على حق الأجيل القادمة خلينا نقول زي ده حق الأجيل الحالية حق الأجيل الحالية يلزم نظمن لهم الحد الأدنى من جودة الحياة من حد الأدنى من حقهم في الماء اللي باش هما باش يعيشوا بيه دنك احنا اهم حاجة خلينا نقول اللي استهليك استهليك الماء في الفترة الحالية تفاقم وكبر بطريقة معنتها كبيرة برشا حالي نقول الإجراءات اللي يزمها تكون أكثر سارمة في تطبيق ترشيد ترشيد الاستهليك اي ترشيد استهليك المياه يسيخطو باش نحكي لهنا على زوز مجالات اللي هما المجال الفلاحي أول حاجة والمجال السياحي يسيخطو دنك ترشيد استهليك المياه في المجال الفلاحي خلينا نقول انه في قروان سبعين في المياه منها أراضي فلاحية دنك أهمية الفلاحة كبيرة برشا في ولاية القروان دنك احنا نحب اجراءات تكون وقيعية وقابلة للتحقيق وصار في نفس الوقت باش نخلي الفلاحة تحترم شوية اجراءات استهليك الماء خلينا نقول انه الماء صالح للشرب خليه يكون هو للشرب للشرب نعم والسقي خلينا نقول سقين المنتجات الفلاحية والزراعات تكون حتى زراعات الكبرى تكون ماء بديل او ماء معانتها مش الماء مش ماء السناد اللي ينخلص فيه بالمتر مكعب واللي هو مغلي واللي هو ما فماش فما استنزيف الماء المائية وفما معانتها هذي اول حاجة بيقل تعال المجال الفلاحي خنقول زيد المال في المجال السياحي اللي نشوفه خلينا رقم اخر كلفة السرير واحد نزول تساوي 533 لتر في النهار في النهار استهلاك هو اللي قاعد يصير بخانسبال ما في الاستهلاك من الماء الصناد من الماء الصلاح للشرب خلينا نقول انه النجم ونلقى بديل الاستهلاك الماء هذي اللي ماشي في الوحدات السياحية والكل اللي نعوذ به الاستهلاك اللي ماشي تحليت ربما ماء البحر هذي مشروع وطني مشروع كبير مشروع لازم نسلط عليها الظو ونحطوها انفستيسمان للبلاد ونحطوها اولوية اولوية في الظل فماشي طروف اكثر من هكا نجم نحطو فيها اولوية اولوية الماء الصالح للشرب معايا مباشرة سي بدر الدين الجمودي النائب في مجلس نواب الشعب مرحبا بيك سبح النور سي بدر الدين رسالة سبح النور تحيي سبح النور مشكورين على اختيار هذا الموضوع الهام والحياة وخاصة الترفيه سي بدر الدين احنا كنا نحكيه على مشكلة مشكلة موجودة في القروين يظهل مشكين في القروين اليوم معنا فائزة في مشروع اكاديمية المواطنة مع فانداسيان ايا فام الي هي موني المثنيني كانت تحكينا على الاشكاليات الموجودة في القروين الحقيقة الحقيقة حاجة توجع على الاخر وانتي نائب اكيد نائب الشعب تعرف معناها الوجيعة كي تجي من اهلك توجع برشا خلي معناها كي تبدأ تحكي عليها بالحق بكل ألم وحرقة كانت موني تحكينا على فقدان اليوم مدارس اليوم قتلك اكثر من سبعة وخمسين بالمياس بدر الدين من المدارس في القروين ما فيهاش ماء اليوم زيدا حكيتنا موني انه عباد نسيت تمشي كيلومترات قتل موني صحيح بش جيب بدون ماء مشكلومترات عشرات أنا أنا أول نحييها على العمل الإقامة دي ظاهرة أو أزمة الماء ما هيش مرتبة بركينا ماء فقط أغلب الجهات فيها أزمة تعنيا خاصة للجهد تخيي لرقام المعلنة عن إيصال ماء صعب الشراب ونسب في علاقة بعامة المواطنين أنا أنا أكد بها غير صحيحة من خلال معينة الميدانية العديد من الأرياف شمال وسط وجنوب يعني الناس المرتبة بشبكات الماء صعب الشراب عددها لا يرتقي للنسب المعلنة إذا فأن النسب المعلنة سيبادردين أكثر مرتفعة أكثر من النسب ولا أقل الواقع بعيد كل البعد عن هذه المؤشرات المعنى الواقع تولى ذلك أولا تم ناس مرتبطة بالمجامعة المائية أو يعبر عنه الجماعية المائية هذه أغلبها تعاني إفلاس ومشاكل كان من مفروض الدولة تدخل من أزم معالجة قانونية هذه المجامعة التي تسيير هو تسيير ذاتي المواطنين في بعض أحيان يقع تم ربط عشوائي يحول دون وصول الماء ساح الشراب للناس مرتبطين بالشبكة في بعض أحيان سوء تصرف مالي يخلي استاقة قصة عليهم بالضو إذن ينقطع الماء لهم وهكذا دوري تم ناس أخرى ما هيش مرتبطة بأي شبكة سواء بالمجامعة المائية أو بالصولادة وغيره وهذا خاصة في الأرياف كما تحدث لقطة على أرياف كروان أرياف أرياف أغلب الجهات حتى السريانة والشمال الغرب بالتالي الناس هذن يجب أنفكروا فيه أنا نعطيك رقم صهريج الماء الصهر الشراب يوص المواطنين في بعض الأرياف في سيلي بوزيل 80 90 دينار هذا السهريج لم يكن 3 أو 4 أيام إذا كان عنده مرب ماشية يرتزق بقديش باللي 90 دينار معنى السهريج سهريج خمسة لاث لتر خمسة لتر ستير العادية لجرها الجرار هذا يتكلف 80 90 دينار في بعض الأرياف على الأقل الرقم هذا القدم في الموز ونجب حتى نعطيك المكان بالضبط وهذا يكلف المعيش ارتفع بين إنسان يأخذ المتر المكاعد منش عارف بسعارات الصناع بـ خمسمائة وستمائة وحتى دينار وكل المكاعد يتكلف مقرابة 20 دينار كل الحياة الأرياف باتت مرتفع ياسر ولا طاقة لهؤلاء بمواجهة الصعوبات ونشوف فيدي الحكومات المتعاقبة والدولة تونسية دولة وطنية بعد أهدمت ببعض المرافق ولكن أهم لتسمى ناس للأسف شوف تم تفاوت في الاستفادة من الموارد المائية وانا نقول تسمى شوف تصرف الموارد المائية في علاقة بالشبكة الساعة الموجودة متاع الصناع شبكة باتت مهترقة بالعديد من الجهات وتحتها الإلانات ضايع والماء الضايع ينسي تقدير الماء تقوم مكسف موجود هذا برشة تحدثنا مع مختصين في العديد الممارات قالوا أنه الماء الضايع هو زاد برشة معناها وخاصة المنظومة قديمة نعم نعم ثم تصرف الموارد المائية بتاعنا قال أنه الأولويات لأن المواطن هذا اللي يمشي كيلومترات يجيب بدون ماء أو يجيب صهريش بكلفة عالية أم أنه نمشو نستنشف موارد المائية في بعض الخضر والغلال اللي تكلف عينها كلفة بعضها يسر من المثال الأولوية سعر أن نحافظ على حياة الناس لأن بنسبة الماء مثل حياتية نعرف في بعض المناطق اليوم تحدث سيبادر الدين حكيت على المشاكل وعملنا تشخيص صغير للمشاكل اللي قلت يعني ضميت صوتك الصوت موني اللي تحثت على منطقتها وجهتها في القروين والجهات اللي تعاني والمكاتب اللي تعاني والناس اللي قاعدة تمشي كيلومترات بشي تجيب الماء أنت زادت حدثت على سيدي بوزيد وقلت أن الناس توصل تشري 60 من الماء بتسعين دينار اللي هي ما تكفيهش لكن اليوم كقوة الضغط اليوم في مجلس نواب الشعب شنوه شنوه بش تعملوا شنوه تنجموا تعملوا لحل حالة المشاكل هذية كيفاش نجموا تغيروا أنتوما من جانبكم من الناحية تشريعية على الأقل بش تكونوا قوة ضغط لحل حالة المشاكل الحياتية هذية مشكلة هذية ما يحق من حقوق المواطنتون سيد فضل هو أحنا في أدوار سواء كانت تشريعية أو رقبية نستطيع أن نضغط في التجاه إيجاد حل آني وحل استراتيجي يعني على المدى المتوصل ومدى البعيد لمشكلة المياه وراء كسارة محاولات صادقا حتى في علاقة مطلع من السابق كانت عندنا مجلة المياه ما لها بدت جاهزة بعد التفاول حولها وقناقشتها بدت جاهزة للنقاش العام والسط ما شدرتش إن شاء الله يوعدنا نضرر فيها في قادم الأشهر يمكن توجدنا جزء بحل كذلك لا بد من تغيير الاستراتيجية الاستراتيجية المعتمدة بعلاقة بالقطاع الفلاحي في تونس ما هي أولويات كيف يمكن أن نحافظ على المساح الشراب ونمكن المواطن من هذا الحق حتى وإن كان بعيد عن جمعات السكانية بدأي لنا ستراتيجية في علاقة بتحليط مياه البحر عليش متعصرة عن المياه البحر وعن المياه الحق أكيد تحليط أذية أذية يعني مشروع تحليط مياه البحر مطروح وشوفنا من الحكومات المتعقبة عليش متعطل أنتي بجاوب نسي بدردين لكن بعد الفاصل نهار السبت من نصف نهار الماضي الساعتي نعودت عندنا أجندة كل أسبوع السياسة الدولية المسائل الفلاحية والبيئية اللي ساير في المغرب العربي مفاتيح فهم الاقتصاد العالمي وطبعا الملفات التونسية ونوافذ على الثقافة والعروض ناخذ الوقت اللازم والمسافة الضرورية لتفكيك الأجندات مع ضيوف وأخصائيين وسحفيين ومفكرين بعيدا عن الزوضة والغوغة كلها رسبت نصف نهار على EFM عندنا أجندة برنامش خالي من لزانستاقراميز مع مراد صغيتي مرحبا بيكم ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة على EFM حلقا ديو أنتم تسمعوا فينا في حلقة خاصة من مشروع أكاديمية المواطنة مع فوندسين يفم من توا حتى العشر متع صباحة قبل الفاصل نحكيه مع بدر الدين الجمودي النائب في البرلمان كان يحكينا على تعطل مشروع تحلية مياه البحر اللي يمكن يكون حل والأكيد مش يمكن مش يكون حل لمشكل الماء في تونس وتوفير الماء في المناطق خاصة أنا نسميهم مناطق منكوبة حقق للحق خطر بالحق ناس ما توصلهيش ماء ناس ما تتوفرش هذا حق أبسط حقوقهم الماء ما توصلهمش الماء أنا بنسبة لينا مناطق منكوبة الحقيقة سي بدر الدين ما نعرش توافقني الرأي ولا لي نحب قبل الفاصل اسئلتك علش تعطلت المشايري عذية علش حتيكش كل حكومة جي تبدأ فيها ويعملوا أربعة تصاور ويحكيوا فيها من بعد ما نعرش أنا في تقديري مع الناشر سياسة مائية وعضحة في تنس كيف لا تحكي في مواردنا من ناحية وكيف مجدد هذه الموارد ونطورها من ناحية أخرى أنا وعقيت على المياه البحر وتحريطها وتحريط المياه المالحة هذا خيار من السيارات عملي التعطيل ومسلا هذا خيار سياسي لما يتخذ القرار السياسي ونعتبره الماء أولوية قصوى حتى كنت تتطوروا فيه ونتمهوا فيه أموال يتكون عنده أولوية هذا أمر مهم والتالي هذا يتطلب قرار معني قرار تعطل بسبب قرار سياسي طبعا يجب أن يتوفر إرادة سياسية للذهاب بهذا التواجد إلى حد اللحظة هذه تزلت غاية يمكن هذا متأثر بالوضع لفتالي في جولت ما ينجموش نوكروه لأنه مصر يعطي الشيارات تتطلب أموال ولكن الأموال اللي كانت مشات في اتجاهها غالط كان مفروض تنشي في اتجاه صحيحة تم جانب آخر مهم في علاقة بالنقطة هذه هل أنه نحن جاعدين نتحكم في مواردنا المائية كاميراً أم لا أنا أقول لك رأي نسبة كبيرة من المياه التساقطات طالما ترى تمشي للأودية وتمشي للبحر كان بالإمكان أولاً العناية بالسدود السدود يعنى روما يقعش تعهدها وزهرها وصيانتها لسنوات كانت فترة كل عام يقع تنظيفها وتعرفوا الترصبات والأطربات كلها طبق السد السد والي طاقة استيعاب وضعيفة لما يقع الزهر وإزالة الترصبات هذه وعملية تنسيانة وإزالة الأطربة متعطلة من سنوات لا سوأدل لماذا؟ معناها كان بالإمكان بتاقة استيعاب هذه السدود تتحسن الجانب السيد ضرورة الخامس الأخرى والبحيرات جبلية في مختلف المناطق التي تشهد تاقطات خاصة في موزم الخليفة رأي مياه رهيبة وتعرف أنت من أغلب الجهات نعيش فيضارات على الأحيان نيها ليكا علش ما يتمشي استغليلها مثلا تمشي للسباخ وتمشي للبحار والحال أنه كان بالإمكان أن أتحسن موارد الباقية وتحسن الميدة الباقية والنجم حلول مشكلة هذا الثالث السياسة الزراعية في تولد عنا السياسة أنا مع الناس أنا نأكل لي مع الناس مع الناس سياسة زراعية مع الناس ضابطين أولويات في علقاء نحن نسو نعيش أزمة بتاع غداية حبيل الأكرانية ونعرفوا من بعد الأزمة بتاع أوكرانيا الكلفة بتاع المواد الزراعية ارتفعت في مستوى النقل في مستوى التوريد إلى غير ذلك هل كألمي المستحيل أن نفكروا في استراتيجية أنت عربة وخمس سنوات من حق به الاكتفاء الذاتي العلاقي علما أنه عندنا قوانين لم تفعل في السنوات الأخيرة منها قانون موجود من قبل في علاقة باستقبال مياه مزرد اللي معناها هو اتمزد مفتوح على خمسة ولايات الشمال وهي الولايات اللي كانت قبل تسمى بمطمورة روما وكان فضلوا منها في الجامح للأوروبا اللي يدل علاش اليوم القانون هذا يمنع الفلاحين استغلال الأراضي خارج الزراعات الحبوب والأعناف بنسبة خمس سعيب المياه يعني نسبة خمس سعيب المياه وانت استفيد من مياه ماذا هذا توجه إلى الغذاء سيبدر الدين سيبدر الدين أكيد أنت قبيلة تفعلت مع موني وسمعت موني وسمعت مقترحات وسمعت المشاكل اللي تعاني بها متقدرة نجم اليوم كنائب شعب تلتزم هنا على المباشر إنكم بشتعاونوا موني والمجموعة اللي في القروين اللي رفع المطلب بمتاحهم للسلطات المركزية ومتابعة المقترحات اللي هي قدمتهم هذه مثلة مبدئية نحن نفتحون على مبادرات المجتمع المدني ونستقبل باستمرار المجتمع المدني ونستوحي من الأفكار المبادرة التشريعية نظل الصعوبات أمامه في علاقة بالسلطة التنفيذية أو في علاقة بإذا كان سمع ضروري سنة تشريعات كل المبادرة التشريعية هي نابعة من حاجات الناس لما جئنا مجموعة وتقنعنا دولة نظرها نبحث عن مقرد القانوني ودورنا التشريع وقتها ووضح ووضح مرحبة بموناء وبجمعيتها وبختلف المنظم من المجتمع المدني الفعلة شكرا ونفعلوا معهم يعطيك الصحة سيبدر الدين الجمود النائب في البرلمان نخلي الكلمة للأخبار والمتيو مع أميرة العجيلي ونحن نرجع مع أسامة إزواوي اللي حكاية على حفر خاص لتحرير المبادرة لدى الشباب من تبارقا